استمتعت بمباراة نهاية دورة أبطال أوروبا ولا لا؟ لا 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 أنا كنت الحقيقة حتطلها الحقيقة تقييم تاني خالص كنا حتطلها تقيم إن إحنا نستمتع بقرة على مستوى عالجي زي اللي بقدمها الحقيقة جورديولا في الدورة الإنجليزية الفترة اللي فاتت بقدم طبعاً كرة مش موجودة في العالم كله النهاردة للأسف الشديد قدوا أداء عادي خالص وما فوش حتى الابتكارات اللي هو بيشتغل فيها ما فيش النهاردة حتى بيشتغل في التلتة الهجومة بالشكل اللي شغالين فيه في الدورة الإنجليزية بيوصلوا بيعملوا اختراقات وبيعملوا الربط في التلتة الهجومة الحقيقة بيوصلوا كتير قوي النهاردة ما وصلوش خالص يعني فرقة هل الجماهير يا كابتل اللي هي دور؟ يعني عدم الحضور بكسافة أو الغياب الجماهيري حتى عن الدورة الإنجليزية علشان أزم الكورونا بشكل عام ده مؤثر على أداية اللعيبة بصفة عامة مؤثر على الدوريات الأوروبية بصفة عامة؟ أكيد يا سلام يعني أقولك حاجة اللعيب الكورة عامل زي الممثل اللي بيشتغل على المسرح أو المطرب يعني تخيل أنت مطرب بيغني مثلا كراسي مثلا مسرح بيمثل ومفيش حد مفيش جمهور ما أعتقدش يبقى فيه إبداع وما أعتقدش يبقى فيه ابتكار وفيه متعة الكورونا الحقيقة قضت على المتعة القروية مين أكتر لعب النهاردة عجبك في المباراة؟ النهاردة كانت الحقيقة واستمرار لمستوى الـ كانت؟ يعني قال لك إيه بدل ما هو حاطت يعني كل تقلو كل تفكيره وكل تركيزه في النواحة الدفاعية طبعا بالإمكانيات دي أنا ممكن أديره كمان واجبات هجومية يبدأ يعمل اختراقات بشكل قوي جدا جدا لنفسه حتى بعد ما بيستخلص في التلت الدفاع عنده بياخد الكورة ويقعد دربيها مثلا 20 ياردة 30 ياردة ده مش موجود حاجة مش موجودة في العالم يعني يمكن قال يو ديانج الحقيقة في بداية الموسم قعد حوالي أربع مطشاط أو ثلاث مباريات كان بيعمل دي يستخلص ويمضارب أرضي بالكورة مثلا 20-30 ياردة الراجل ده بقى طول مطشاط مبارياته في الدورة الإنجليزية بيشتغل بالشكل دوت وإزان بقول لك ومش الناس بقولوا رئتين ده عنده 500 رئ يعني ممكن تكلم الأستاذ محمد طويلة ويجيبوا النجوم تدعهم اشتركوا في القناة